سجلت كوريا الجنوبية أقل من 65 ألف إصابة إضافية بفايروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وسط تفشي سلالة جديدة من المتحور فضلا عن فرد قيود من الوافدين من الصين وذكرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أن البلاد سجلت 64 ألفا ومئة وست إصابات بكورونا بينها 194 إصابة من الخارج فيما سجلت 66 وفا لترتفع الحصيلة إلى أكثر من 32 ألفا وأربعمائة وفا مؤكدة ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كوفيد-19